أستاذ رضوان بالنسبة لهذه الدبابات الألمانية يعني لماذا كل هذا الجدل وهذه التصريحات من الأطراف الغربية طالما بأن ألمانيا مستعدة لإرسالها إلى الجيش الأوكراني لماذا حدث كل هذا برأيك؟ يعني أولا الجدل بالنسبة للدبابات الألمانية معروف أن الدبابات الألمانية دبابات قوية ويعني لها فيها تقنية عالية فيها متطورة أيضا كان هناك بعض المشاكل الفنية فيها لكن استحدثوها وجددوها وألمانيا صناعتها معروفة في العالم على الشعيد العسكري أيضا وخاصة أن ألمانيا لم تشارك يوما في إرسال معداد عسكرية إلى خارج نطاق حلف الناتو أو خارج نطاق دول يعني فيها توتر على الصعيد العسكري هذه المرة الأولى التي ستقوم بها ألمانيا وهذا مما يدل على أن ألمانيا كانت دائما حذرة في هذا الخصوص أما الجدل لماذا؟ نحن نعرف أن كثير من الدول الأوروبية استنبذت قوتها العسكرية حتى وصل بها الأمر أنها استخدمت الاحتياط لديها وهذا اندل على شيء يدل على أن كثافة المساعدات العسكرية تذهب هباء منصورة فيريدون أن يوزعوا هذه المساعدات على كافة الدول وخاصة أن لألمانيا قدرة عسكرية ومادية واقتصادية كبيرة فيعتمدوا على ألمانيا على أنها عمود فقري أساسي في الاقتصاد الأوروبي فألمانيا تتحمل ما لا يستطيع تحمله الآخرون ولهذا السبب تسعى وعد الدول الأوروبية وتسعى الملاد المتحدة الأمريكية أن تدفع بألمانيا إلى الأمام لأنها هي القادرة أكثر من أي دولة أخرى على تحمل هذه التكريف الحربية أكان على الصعيد الأليات العسكرية والمعدات أو أكان على الصعيد الزخيرة أو أكان على الصعيد المادي أيضا لأن هذا كله تكلفة مادية لا ننسى أن الدبابات التي ستذهب إلى أوكرانيا سيصنع بدلاً عنها لأن ألمانيا تحتاج إلى جيش قوي كما أعرب المستشار الألماني فكيف يمكن لجيش قوي أن يكون دون أليات ودون معدات